كان أحد رجال الأعمال عبوسا ولا يساعد أحدا لجأ إليه وكان يعاني من أرق شديد ولا يستطيع النوم وفشل الأطباء في علاجه ولذلك زادت خسائره وأحزانه وفي أحد الأيام وبينما كان سائرا بسيارته الثمينة في أحد الشوارع ضربت سيارته بحجر كبير من على الجانب الأيمن نزل الرجل من السيارة بسرعة ليرى الضرر الذي لحق بسيارته ومن الذي فعل ذلك شاهد الرجل صبيا يقف في زاوية الشارع فاقترب منه وأمسك به وهو يشتعل غضبا لإصابة سيارته بالحجر الكبير وقال له يا لك من صبي جاهل لماذا ضربت هذه السيارة الجديدة بالحجر إن عملك هذا سيكلفك أنت وأبوك مبلغا كبير من المال بك الصبي بشدة واعتذر للرجل ثم قال له لي فترة طويلة من اليوم أحاول لفت انتباهي أي شخص لكن لم يقف أحد لمساعدتي ثم أشار بيده إلى الناحية الأخرى من الطريق وإذا بطفل ملقا على الأرض وأضاف الصبي إن الطفل الذي تراه على الأرض هو أخي وهو لا يستطيع المشي لأنه مشلول ثم تابع الصبي كلامه قائلا أثناء ما كنت أسير مع أخي وهو جالس على كرسيه اختل توازن الكرسي وسقط في هذه الحفرة وأنا الصغير ليس بمقدور أن أرفعه مع أنني حاولت كثيرا أتوسر إليك يا سيدي أن تساعدني على رفعه لقد أصبح له فترة من الوقت هكذا ثم فعل بعد ذلك ما تراه مناسبا بسبب ضرب سيارتك لم يستطع الرجل أن يمتلك عواطفه فرفع الطفل المشلول من الحفرة وأجلسه على الكرسي ثم أخذ يضمض الجروح التي أصيب بها الطفل بسبب سقوطه في الحفرة ثم جلس داخل سيارته يبكي بعد أن دعا له الطفل وذكر له حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ومن يومها أصبح الرجل يعطف على كل مسكين وفقير ولم يصلح سيارته الجديدة بل أبقى تلك الضربة تذكارا عسى أن لا يضطر شخص آخر أن يرميه بحجر لكي يلفت انتباهه ومن يومها أصبح ينام نوما مريحا بعد أن تعلم كيف يقرأ الرسائل الربانية وقد عوضه الله بأرباح كثيرة بعدما تقرب إليه بالطاعات والإحسان للناس وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيض والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين استوقف رجل فقير وشبه عاجز سائق تكسي وقال له بصوت ضعيف هل تسمح بتوصيل إلى بيتي بجانب الجبل وليس معي ما أعطيك من نقود ابتسم سائق تكسي وقال للرجل اصعد ولا تشغل بالك بأجرتي أوصله سائق تكسي حتى بيته وعندما نزل الرجل أقبل عليه أولاده الصغار وسألوه أجئتنا بالخبز يا أبتي فقال لهم في حزن لا والله ما جئت لكم بالخبز فقد استحييت من السائق أن أطيل عليه المسافة والوقت دون أجر أو مقابل سمع السائق هذا الرد من الأب المسكين فأراد أن يكمل معروفه فنزل أسفل الجبل واشترى خمسة أكياس خبز وذهب إليه وأعطاه إياها شاهد السائق أولاد الرجل الفقير التهموا نصف الخبز في دقائق من شدة جوعهم وفقرهم فحاول أن يخفي دموعه ونزل بسيارته من الجبل إلى المدينة يسعى في كسب رزقه ويبحث عن راكب جديد فاستوقفه سائح وقال له أوصلني إلى المطار فأخذه السائق إلى المطار وهناك أعطاه السائح ألفي جنيه والتسعيرة الاعتيادية لهذه الرحلة خمسمائة جنيه فقط وهو في المطار جاءه سائح آخر طلب منه أن يوصله إلى فندق شهير وأعطاه مئة دولار فاشترى السائق ما لذ وطاب من الفواكه والحلويات واللحوم ووضع كل هذه الأشياء داخل سيارته كي يذهب بها إلى الرجل الفقير وأسرته بالجبل لأنه تأكد تماما أن الله رزقه كل هذا الرزق بسبب خدمته لهذا الرجل التي كانت خالصة لوجه الله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون إلا أن أحد الأصدقاء التقى به أمام بائع اللحوم وأصر أن يذهب معه إلى بيته ليشاركه في وليمة أعدها بمناسبة خير أتاه فذهب معه ولبى دعوته فوجد إصرافا كثيرا ومباهاتا بأنواع الأطعمة وبعد العشاء بقي صنف من الطعام بأكمله لم يمسسه أحد فاحتاروا أين يذهبون به فقال السائق أنا آخذه وبعد أن ودع السائق صاحب الوليمة ذهب إلى أسرة الرجل الفقير وأعطاه كل ما اشتراه وما حصل عليه من الوليمة فكاد الرجل أن يبكي فرحا مما يحدث له وقبل أن ينصرف السائق سامع صوت الأطفال الصغار من خلف الباب تصيح بأعلى صوتها وكأنها رأت شيئا عظيمة لحم وفاكهة وحلوى فسقطت دمعة من عينه وهو يتقطع من الألم داعيا لأهل هذا البيت ولغيره أن يرحمهم الله وأن يلطف بهم وأن لا يؤخذنا الله بتقصيرنا تجاههم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكِّرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون فتاة على خلق ودين تصلي وتحفظ القرآن وتشتهد قدر استطاعتها لترضي خالقها وكانت تذهب إلى المسجد كل يوم عند صلاة المغرب وبعد انتهاء الصلاة تقوم بتحفيظ الصغيرات القرآن حتى الأذان لصلاة العشاء أعجبت هذه الفتاة بجارهم الشاب التقي الذي تراه لا يترك فرضا إلا وصلاه بالمسجد وكانت تشعر بسعادة كبيرة عندما تتحدث أسرتها عن أخلاق والتزام هذا الشاب شعرت والدة الفتاة بإعجاب ابنتها بهذا الشاب معانمت من والدته أنه يستعد للسفر خارج البلاد وأنه بعد أن يستقر في غربته سيبحث عن عروس من بلده ففرحت الأم بهذا الخبر وفي ليلة سفره بعد صلاة المغرب طلبت الأم من ابنتها أن تذهب معها ليودع هذا الشاب وفي تفكيرها لفت نظر الشاب لابنتها لتكون زوجته القادمة ولكن حياء الفتاة منعها من الموافقة على رأي أمها وقالت لها لا أستطيع أن أترك درس التحفيظ لأودع جارنا أو لألفت نظره كما تفكرين سافر الشاب إلى هولندا وبعد ستة أشهر قرر البحث عن زوجة بالرغم من مروره بظروف قاسية ولكن ثقته بالله ويقينه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة حق على الله عونهم المجاهد في سبيل الله والمكاتب الذي يريد الأداء والناكح الذي يريد العفاف جعله يقدم على الزواج مطمئنا فأوكل المهمة إلى والدته وأوصاها بأن تبدأ بالقريبة وكان يقصد جارته لإعجابه بالتزامها وخلقها ولكن الأم ظنته أنه يوصيها بإحدى قريباته فسافرت لإحدى المدن لابنة خالته لتخطبها له وعندما قالت لها أن ابن يعمل ويعيش بالغربة وافقت وأتت وجلست بجانب الأم وعندما سألتها الأم عندما يتم الزواج هل تقبلين أن تعيش معه في أغندا تغيرت ملامح الفتاة وغضبت وقالت أغندا مستحيل عادت الأم إلى مدينتها حزينة مكسورة الخاطر وعندما وصلت بالقرب من بيتها التقت بجارتهم بالطريق وسألتها عن سبب حزنها فحكت لها القصة ثم سألت الفتاة جارتهم والله إني أحبك كثيرا لأدبك وأخلاقك هل تقبلين يا ابنتي الزواج من ولدي وتذهبين معه إلى أغندا ابتسمت الفتاة وقالت أوافق يا أمي وفي المساء ذهبت الأم وأسرتها لخطبة الفتاة ثم اتصلت بابنها بالهاتف وبعد أن سلمت عليه وأخبرته بموافقة جارتهم أعطت الهاتف لها لتتحدث مع ابنها وبدأت الفتاة بالسلام ثم سألته كيف الأجواء عندك في أغندا ضحك الشاب وقال لها أنا أعيش بهولندا وأمي تخطئ دائما وتقول أغندا وكم أنا سعيد لأن والدتي فهمت رغبتي ونفذت وصيتي واختارتك عندما طلبت منها أن تبدأ بالقريبة فرحت الفتاة كثيرا عندما شعرت أنه تمناها كما تمنته ودعت الله كثيرا أن يحقق أمنيتها فحمدت الله على عطائه وتدبيره وقالت صدقت يا رسول الله حين قلت إذا تمنى أحدكم فليستكثر فإنما يسأل ربه وإذا سألت عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون